قرار صعب وانا عارفة ان هو قرار صعب قرار صعب على اي ست مقدرش لومك مقدرش لومك وعارفة انت بتحس بايه عارفة الانهيار العصبي اللي عندك عارفة اللي اكتئاب اللي انت عايشة فيه بقالك سنة واثنين وثلاثة مش عارفة تعملي ايه اهدم البيت ده كله وارجع عندهم زي اختي زي صاحبتي اللي اتطلقت وشرب المر على اولادها ومش عارفة تشتغل وبيزلها بالمصروف حاجات كتير بتخوف الستات بتخليها تردخ غصبا عنها بيبقى زي ابتزاز عاطفي اللي هو هتعيش معايا شخاطر الولاد فما تكلمنيش في اي حاجة فبتبقى الست بجد فيه حالات يعني فيه حالات معاها فلوسها وبتشتغل دي ماقدرش اتكلم عليها دي تقدر تبقى جريئة في اتخاذ القرار لاني محدش هيكسر عينيها محدش هيزلها بمصاريف ولادها او مصارفها لكن الست اللي على قد ده حالها ما تقدرش اللي بتشتغل ولا ليع اي دخل مادي ما نقدرش نيجي ننصحها نقول لها يلا يلا قلبي المركب وخدي ولادك وامشي نبقى بنضمرها وانت كمان خدي بالك ما تسمعيش كلام اي حد حواليك من صحابك ولا قريبك القرار صعب عشان ما ترجعيش تندمي اعودي مرة واثنين وثلاثة واحسبيها احسبيها بكل حاجة بنفسيتك بنفسية ولادك بحياتك بعد كده الحياتك لو انا انفصلت احسن انت اللي هتعودي مع نفسك ما تستشريش حد من صحابك انت اللي قدرى جوزك ده كويس ولا مش كويس حنين ولا مش حنين وانت اكتر واحدة عرفاه ومعشراه هل هو بعد الطلاق هيزلك ولا هيحترمك ويحترم ولاده ويصرف عليهم بشكل محترم ويشوفهم وما يكسرش بنفسيتهم انا عايز اقول ان فيه ولاد كتير اغنية ومن بيت غني واهليهم اغنية وقلبهم مكسور عشان ابوهم ما بيشوفهمش وقلبهم مكسور ومتشحتفين عشان مامتهم سبيتهم عندن فابوهم وقالت له خد ربي مدام انا تربيتي مش عاجبك ومشيت قلبهم مكسور نصين مجروحين وعندهم كل حاجة كل ملزة وطاب يعني مش معهمش بقى فلوس لا من اغنى اغنياء البلد ومش مبسوطين وبيتعالجوا عند تكترة نفسية فمش قصة فلوس هي لا تخليك القراري كميل وما كمليش قصة الحياكة كل انا هبقى ايه هبقى بسوطة ولا لا حياة ولادي هتبقى في امن وامان ولا متزبزبة ومش عارف اصرف عليهم وكل من هب ودب بيزلني ويكسر عيني حتى لو ابويا حتى لو اهلي لو خالي لو عمي ليه اروح ازلي نفس عشان اخد فلوس اصرف على عيالي احسبيها من كل النواحي فيش حاجة تستاهل تمرمتي نفسك انت وولادك لو انت بيتك هيكمل كده وانت في امان جوه لاربا حيطان وقفل الباب عليك وعلى ولادك كملي انا امام مختار بقولك كملي ما تروحيش تتمرمتي في الشوارع وتشتغلي شغلان انت مش عارفة تشتغليها وتجري 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 عشان تصرف عليهم كل ده عشان ابوهم وانت عارفة وانت بتطلقي ان انه مش هيصرف كل واحدة فينا اضرب جوزها محدش عارف جوزك غير انتي فقط انتي اللي معاشراء وعارفة طباعه فالناس كتير ندمت ستات كتير ندمت بعد الطلاق لان ما حسبتهاش صح ما حسبتهاش صح خدتها الجلالة وخدتها القرامة وانا قرمتي وانا مش اعدالك في البيت وانا 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 بعد شويش ترجع تبص على حياتها كده تبص كده على ولادها قلبها يوجح ما تعرفش تشحات وتبقى حزينة طول الوقت ومكتئبة طول الوقت فيعني اتمنى اتمنى تفكري كويس جدا ومحدش هيطبطب عليك غير نفسك ولو انتي انفصلتي ومحتاجة محدش هيقولك خدي خالص كل اللي حواليك فاعرف الحياة كويس ان فيش حاجة تستاهل غير ولادك انه يعيشه في بيئة كويسة ولو الراجل محترم وما فيش عيب خطير يعني لا بيدربني ولا بيهني ولا بيشرب مخدرات ولا بيخني قدام عيني وبجح لان فيه حالات كتير كده لا فيه حالات استحالة العيشة لكن فيه حاجات بسيطة نقدر نلصمها نقدر كده نعدي المركب كده موجة عالية هنوطلها رياح وعصفة هنهدى ونقفل علينا الباب لغاية ما العصفة تهدى يعني بجد فيش حاجة تستاهل فكري كويس لان دي حياتك حياتك انت وولادك اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله ودايما معاكم امام مختار يحكى انه على شاشة القناة الاولى اشوفكم على خير